بعد اكثر من اسبوعين على انطلاق معركة الحديدة وتوغل قوات الجيش في احياء المدينة توقفت المعركة وتركت مصير الحديدة وسكانها في قلق وخوف من حالة لا حرب واللا سلم كان القرار اماراتيا واضحا بتوقف المعركة فيما تبينت مواقف الحكومة الشرعية بين مؤكد وناف قرار وقف الهجوم بحسب الاماراتيين يهدف لاعطاء فرصة لاطلاق المشاورات التي اعلنت عنها الامم المتحدة قبيل نهاية العام الجاري في حين بات من الواضح ان النزاع على الحديدة يحظى باهتمام عالمي بدى ذلك من حالة الصخط السياسي والدبلوماسي الدوليين وتحضيرات تداعيات الكلفة الانسانية للمعركة اثارت لافتة سلامة المدنيين البالغ عددهم 300 الف نسمة المخاوف من توقف خط الاغاثة الانسانية عبر ميناء الحديدة يبدو ان الضغوط الدبلوماسية التي تقودها كل من لندن وواشنطن لخوض محادثات سلام اثمرت وقف المعركة في الحديدة لكنها لم توقف الحرب يقول المراقبون ان ترك المعركة في منتصفها دون فعل ناجز على الارض يجعل المدنيين ايضا عرضة لقصف مستمر من كلا الطرفين ويترك الباب مواربا لكل الكوارث التي تتركها الحرب في اجساد اليمنيين ويومياتهم في اليمنيون اليوم واقعون في حرب توازنات قوى دولية لا تنظر اليهم الا من خلال مصالحها المواقف المتضاربة من معركة الحديدة كشفت نقاط الصراع وتباينات المواقف الدولية والاقليمية في تأكيد واضح على ان الحرب في اليمن اداة اخضاع سياسية ولا علاقة لها بالتحرير موازين القوى الدولية يبدو انها تميل الى التشكيك في نواي التحالف وصلت حدا عدام الثقة بقدراته على الحفاظ على ميناء الحديدة خصوصا ان تجاربه مع الموانئ اليمنية وعلى رأسها ميناء عدن قلب الملاحة اليمنية المعطل باتت واضحة سياق تنظيم معه دعوات وقف تسليح السعودية التي باتت بنظر العالم لا ترى في الحرب اليمنية سوى معركة استنزاف يدفع فيها اليمنيون الثمن بايضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر